أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإيمان بالله واليوم الآخر أو التوحيد يقول الله تبارك وتعالى نَوَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ والجار للقرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الآيات وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا العبادة الطاعة التامة مع الخضوم فكل من أطاع مخلوقا طاعة تامة ولو كان في معصية الله مع خضوعه له أي شعور بأنه يجب أن يطيعه متذللا لا يعصيه في شيء فمعنى ذلك أنه عبده ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن فرعون استخف قومه فأطاعوه فجعل طاعة قومه له طاعة تامة عبادة لفرعون وكل طاعة لغير الله أو تقديس أو تعظيم أو اعتقاد بأن غير الله ينفع أو يضر فهذا يكون عبادة لغير الله تبارك وتعالى ويكون صاحبه مشركا مع الله طاعة أو تقديس غيره فربنا تبارك وتعالى يأمر عباده بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا هنا عندنا وصايا عشر يوصل الله بها عباده ممن آمن بالله واليوم الآخر فيقول سبحانه الوصية الأولى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي اعبدوا الله وحده قطيعوه وحده لا تشركوا معه الطاعة والتبعية لغيره لا تشركوا معه أحدا من المخلوقات لا في الربوبية ولا في الألوهية الربوبية تلاحظون أيها الإخوة نحن في سورة الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين عندما تعتقد الإنسان أن فلانا ينفعه ويضره فهذا يكون قد اعتخذه ربه لا ينفع ولا يضر إلا الله أما إذا كان من ناحية الأسباب والمسببات يتجنب هذا الطاغية حتى لا يضره لا يعني أنه جعله ربه لا يبتعد عنه ليتجنب أذاه أما لو اعتقد أنه ينفع ويضر ما في شيء ينفع ويضر إلا بإذن الله لو صلت الله رجلا على آخر فقتله فهو بتصليف الله إذا الله ما هو مقدر إذا صلت عليه يميت هذا القاتل قبل أن يقتل أو يميت هذا الآمر قبل أن يأمر فالأمور كلها بيد الله فالمؤمن يعمد الله وحده ولا يتخذ إلها أي معبودا مطاعا غيره ولا يتخذ ربا معظما يشعر أو يظن أو يعتقد أن هذا المخلوق ينفع ويضر لا يتخذ ربا غير الله لأنه هو المربي وهو المنمي وهو الذي يحقق لنا كل شيء في الوجود فنحن نقرأ في سورة الإخلاص قلوا الله أحد الله صمد لا يتصمد إليه الأمور كلها كل شيء في الكون يحصل يحصل بإرادة الله وقدرته وتقديره سبحانه وتعالى عما يشركه وعبد الله ولا تشرك به شيئا فهو المستحق للعبادة والطاعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن أنهم إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم يعني إذا عبدوه ولا مشركوا به شيئا لا يعذبه الوصية الثانية الوصية الأولى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الوصية الثانية قوله تعالى وبالوالدين إحسانا أحسنوا إلى الوالدين برًا بهما وإنفاقا عليهما إن كانا محتاجين ورعايتهما من الناحية النفسية والصحية وحسب الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فكثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين من ذلك قول الله تبارك وتعالى أن اشكر لي ولي والديك إلي المصير وقوله سبحانه وتعالى أيضا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فيقرن الله تبارك وتعالى طاعته وحده أي الوالد عن الشرك بالإحسان إلى الوالدين وبرهما فإذا أمر الوالدان بأمر لا يخالف أمر الله فيجب على الولد أن ينفذ هذا الأمر انتثالا لأمر الله لا لأنه يعبد والديه لا لأن الله أمره أن يطيعهما الوصية الثالثة وبذي القربة الإحسان للوالدين والإحسان لذي القربة القرابة من الإخوة والأخوات والعمات والعمام والخالات والأخوال وأبنائهم وبناتهم وغير ذلك من كل ذوي الأرحام يعني القرابة الرحمية التي تكون عن طريق التزاوج فيتفرع منها قرابات متعددة هؤلاء يطلق عليهم أولو الأرحام فيجب على المؤمن أن يحسن إليهم أي يعني يعطيهم إذا حتاجوا وكان بإمكانه أن يعطيهم ماديا يساعدهم ماديا يساعدهم معنويا يساعدهم نفسيا بالزيارات التي هي ضمن حدود الإسلام وضمن حدود الأخلاق الكريمة الإيمانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين يعني الفقير صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان له أجر صدقتين صدقة وصلح أجر الصدقة لأنه تصدق بمبلغ من المال بقدر ما يستطيع وأجر صلة الرحم وهو أيضا أجر عظيم وسواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صدقة من عبد وله قرابة محتاجون إلى صلته عند قرابة فقراء وله بالصدق الآخرين وغالبا يفعل الإنسان ذلك إذا كان يتبع مصالحه وأهواءه ولا يتصدق لوجه الله دبارك وتعالى فلقد شهدت عندما استدعيت أكثر من مرة إلى الأمن العسكري يسألوني لما قلت كذا ولما قلت كذا فشهدت بعض الأغنياء يأتون إليهم ويهشون في وجوههم وكذا فقلت لهذا الذي يحقق معي وهو ضابط مصيري قلت له هذا إيش جابوا لعدكم قال هذا يأتي يتصدق على الأمن العسكري تصدق على الأمن العسكري ويكون له فقراء محتاجين ما تصدق عليهم هذا هل يتصدق لوجه الله وإلا لشان يمشي مصالحه في الأمن العسكري لذلك يا إخواني القرابة لها حق على الإنسان بعد الوالدين لأنها متفرعة من الوالدين ومن الوالدين إحسانا وبذيق قربة الوصية الرابعة واليتامى يعني أحسنوا إلى اليتامى يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين يعني ما فارقه إشترون أصبعتهم ما يفترقوا عن بعض فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وهذه منزلة عظيمة طبعا كافر اليتيم الذي يكفو اليتيم بإخلاص للذي يكفو اليتيم من أجل مصالح العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى لا لغرض آخر الوصية الخامسة والمساكين يعني أحسنوا إلى المساكين المساكين هم المحاويج جمعه مسكين قال تعالى أو مسكينا ذا متربة يعني من فقره تسقط يدي بالتراب لا يملك شيء ولعل الواقع من نسبة للمسلمين في سوريا بشكل خاص وفي غيرها يفسر لهم القرآن بوضعه الصحيح نحن نشاهدنا أناس يهربون من سوريا من قصف المجرمين عليهم بالبراميل وبالقنابل الحارقة يهربون إلى شوارع أخرى أو إلى دولة ثانية ليس عندهم شيء إلا التراب يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وربما بعضهم مات من البرد هرب من أن يموت لأن لا يموت بقصف الطائرات فمات من البرد والعياذ بالله تعالى فهذا المسكين هو الفقير فقرا شديدا متقعا فعلى المؤمن أن يتصدق على المسكين ويحسن إليهم بقدر الطاقة طبعا بقدر الوسع الوصية السادسة والجار ذي القرب أي أحسنوا إلى الجار ذي القرب الذي بينكم وبينه قرابة الجوار متعددون في عندنا كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق فالجار الذي له حق هو الجار الكافر مشرك مع ذلك إذا كان فقير نساعده نصله نعمله بالحسنة لا نؤذيه هذا لأنه جار له حق على جاره حق واحد حق الجوار جار له حقان وهو الجار المسلم له حق الجوار لأنه جارك جارك وحق الإسلام فهو أقولك بالإسلام ينبغي أن تتعهده وتنظر حاجته والنوع الثالث جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم ذو القرابة له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة حق الرحيم وهكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له يعني ما بيقرأ منه له حق الجوار وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الجوار وحق الإسلام وأما الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم ذو القرابة ذو الرحم فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم كما ذكرت لكم قبل قليل وروا الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من كثرة ما أوصى جبريل رسول صلى بالجار أن يهتم به وأن يعطي حاجاته بقدر ما يستطيع يساعده ظن أنه سيورثه يعني بيجعله مثل القرابة في النسب ويجعله حقا في الميراس هذا يدل على اهتمام الإسلام بالجيران حتى يتماسك المجتمع تماسك متعدد تماسك بالنسب والرحم وتماسك أيضا بحق الأخوة الإسلامية وتماسك بحق الجوار مع الأسف نحن عشنا في ظرف يوجه فيه شبابنا إلى اللا إنسانية واللا أخلاقية فيعيش الإنسان في مكان ولا يدري من هذا جاره ولا ماذا يحتاج ولا كذا ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه يعني جاره إذا كان خاف منه أن يسرقه أو يؤذي أو كذا هذا ما هو مؤمن لو كان مؤمن إيمان صحيح كان لا يؤذي جاره ويأمن جاره بوائقه يعني أعماله السيئة وأيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن ثلاث مرات من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به وهو يعلم به لأجلزكم ما يعلم فينبغي أن يتفقد جاره بالزيارة والإحسان الوصية السابعة والجار الجنبي أي أحسنوا إلى الجار الجنب إلى الجار الذي بينكم وبينه قرابة رحم والذي تكون داره مجانبة لداركم ليست ملاسقة الجار الجنب ليست بالجنب إنما هي جنب يعني من البعد يعني مجانبة بعيدة اجتنب يعني بتاعد وأحسنوا إلى الجار القريب الذي يكون بينكم وبينه قرابة رحم ولو كانت داره مجانبة لداركم يعني أبعد من داركم بشوي ليست ملاسقة لها الوصية الثامنة والصاحب بالجنب هنا الجنب القرب أقول فلان يجلس بجانبي أو بجنبي يعني ملاسق لي فالصاحب بالجنب هو الرفيق في كل أمر حسن هذا يسمى في اللغة وفي الإسلام الصاحب بالجنب الصاحب بالجنب مثل إذا كان زميلنا في التجارة في الصناعة شريكنا في معمل شاركنا معه عمالنا في المعمل الذين يشتغلون ونحن نعيش معهم ويعيشون معنا المسافر الذي يسافر معك ويرجلس جنبك في السيارة في الطريق فأنتم اجتمعتما على أمر حسن ليس أمر معصيه ليش أمر حسن لأنه إذا كان واحد رايح يسرق وكان تقول هذا والله صديقي لا أروح أساعده أسرق معه لا هذا ليس الصاحب بالجنب هذا ينبغي أن تنهاه عن المنكر وتبتعد عن فعله ولا تفعل مثله أما المقصود أن الذي بينك وبينه علاقة هذه العلاقة مشروعة أو في أمر الحسن كالتعليم مثلا تجارة فالشركاء أو المتقاربين في تجارة أو في صناعة أو في كذا هؤلاء يعتبرون أو يطلق عليهم اسم الصاحب بالجنب الوصية التاسعة وابن السبيل أي أحسنوا إلى ابن السبيل السبيل معناه الطريق من المراد بابن السبيل؟ هو المسافر المحتاج الذي انقطع عن أهله وماله قد يكون في بلده عنده مال ولكن هو الآن في مكان لا يصل إلى ماله فهو منقطع وهو محتاج هذا يجوز أن يعطى من الزكاة فيجب على المسلمين أن يحسنوا إليه ما حسبوهم من الزكاة أو ما حسبوا من الزكاة يجب عليهم أن يحسنوا إليه ويعطوه ما يحتاج إليه حتى يبلغ مكانه أنا كنت في الأمارات ودرس في الجامعة هناك في كلية الدراسات الإسلامية والعربية فوقفت سيارة سيارة جيدة ممتازة لا بأس بها وفيها خمس أشخاص من الهند قال إذا تكرمت نحن ذهبنا إلى الحج حجنا ورجعنا راجعين على عمان فتعطلت من السيارة فأنفقنا كل ما نملك ولم يبقى معنا مال نعبي بنزين بنزين حتى نصل إلى بلدنا بلدنا عندنا مال بس ولكن الآن منقطعين فعطيتهم ما تيسر فهؤلاء يعتبرون ابن سبيل منقطع دعطيهم مبلغ يعني كثير شيء قال لا يكفي هذا المبلغ ثمان صندويشات نعبي بنزين ونصل إلى مكان عملنا شوفوا شوفوا الإخلاق الإسلاميين هذا اسمه ابن السبيل وكل واحد أنا ضيف ابن سبيل جاء ضيف بالطريق مارر ما عنده مال أو ما في مطاعم يأكل لا تستطيف لك أجر عند الله العاشرة الوصية العاشرة وما ملكت أيمانكم ما ملكت أيمانكم أي المماليك أي أحسنوا إلى المماليك أود أن أقف وقفة بسيطة عند المماليك أي العبيد لأن مجتمعنا مع الأسف لا يفقه حقيقة العبودية في الإسلام وقدسوا في أزهاننا يوم كنت صغيرا ويدرسوننا أن الإسلام هو انتشر بالسيف وأن الإسلام هو الذي أوجد العبودية والرق وهذا كله كذب صدقه بعض شبابنا لأنهم يجهلون الإسلام من أين أتى الرق الرق كان موجود قبل الإسلام فجاء الإسلام ونظمه عندما تتقاتل جهتان في قتال الجهة التي تغلب إذا أخذت أسرى تسترقهم أو تقتل بعضهم فالقتل معروف قتلوا من أعداؤهم الاسترقاق يعني قتل معنوي تجعله عبدا مملوكا يباع كما يباع الحيوان ويشتغل في خدمة أسياده الذين اشتروا هذا هو المملوك رجل كان أو مرأة الرجل يسمى عبد أو مملوك والمرأة إذا أسرت وضرب عليها الرق تسمى أمه أمه يعني عبده طيب إذن الرقاء جاءوا عن طريق الحروب وكانوا موجودين قبل الإسلام قد يقول قائل لماذا الإسلام لم يمنع الرق لا يمكن أن يمنع الرق إلا أن يمتنع بشكل دولي مثل أحد سلاطين العثمانيين رحمهم الله جميعا عندما جمع سفراء الدول كلها وأصدر قرار وافقوا عليه جميعا بإلغاء الرق في العالم أنتهى الرق أما تقول للمسلمين ما بجلس يسترقوا وغيرا يسترق ماذا يحصل القتلة الإسلامية أو الأمة الإسلامية لا تسترقون عدائها إذا أخذلتم أسرة وأعداؤنا إذا أخذوا منا أسرة يسترقونهم بعد خمسمائة سنة ماذا يحصل نحن نترك الأرقاء ونبعتهم عند أهلهم وهنا نأسرون منا بعد خمسمائة سنة نصير كل يأسرة عندهم وأرقاء فالإسلام يعامل بالمثل إلى أن مر الإسلام بطريق وبقطة أنهرق في زمن أحد سلاطين العثمانيين رحمهم الله فالرق في الإسلام له حقوق ولو حدود ليس كما يفهم بعض الناس ولو أن الدول الفاجرة المستعبدة للشعوب عملت الشعوب معاملة الرق كما عمل الإسلام الرق لعاش الناس في حرية وسلام وسعادة ولكنهم ظالمون مستبدون قاتلون يقتلون الأنفس ويريقون الدماء ويزعمون أنهم تقدمية وأنها مدنية وحضارة لم نرى مثل هذا العصر في إراقة الدماء في العالم ولا مخرج للبشرية إلا أن تفقه الحق الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فالإسلام بدقة وانتظام عامل الأعداء بالمثل ولكن الرق غالبا عندما يعيش بين المسلمين فترة من الزمن ويرى معاملته الطيبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وشرابه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ما بجو تكلفه شيء يصعب عليه لا شيء طبيعي وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر عن الأرقاء هم إخوانكم يعني من جنسكم مثلكم هم إخوانكم خوالكم خوالكم يعني يتخولون في معيشتكم وحياتكم ويعيشون في ظلالكم وتعيشون أيضا في عملهم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم يعني الأمر الصعب يتغلب عليهم فإن كلفتموهم فأعينوهم إذا كلفت عبدك أمر صعب عليه اشتغل معه من من الناس في العالم يعمل هذا غير المسلمين هذه معاملة الإسلام ثم فتح الإسلام الباب لتحرير ترق باب عظيم ما هو إذا كان حلف يمين وحنث بيمينه اعتق رقبه إذا قتل قتل خطأ ما عن قصد قتل شخص فبدلا أن بدلا من هذا الشخص الذي قتله خطأ بدفع الدية ويعتق رق يعني كأنه أوجد أحيا نفسا بدلا النفس التي قتلها إذا أفتر يوم برمضان يعتق رقبه ففتح الإسلام باب عثق الرق بشكل واسع بالطريق النساء إذا كان عنده أمه وعشرها وحملت وولدت تصبح أم ولد عندما تلد فلا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز له أن يتصرف بها لأنها أصبحت أم ولد بس مات هذا السيد تعتق هذه الأمة لما أشار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وأن تلد الأمة ربتها يعني ابن هذه الأمة أو بنته عندما موت سيدها سيدها أبو فيرس جزء من هذه الأمة والقاعدة في الإسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ورث أبويه أحدهما أو شقصا منهما حق بسيط اعتقا عليه صاروا أحرار ما بجزء واحد يتملك أبو ويصير أبو أو أم رقيق عنده ففتح الإسلام باب اعتاق الرقيق ولكن بشكل منظم منضبط لا يفقد فيه المسلمون أشخاصهم فيصير عبيد ولا يتسلط المسلمون على أحد إلا بالحق وبالاستقامة وفي آخر آية يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فهؤلاء الذين لا يطبقون هذه الوصايا ويتسلطون على الناس ويؤذونهم ولا يقدمون المساعدات هؤلاء عندهم كبر واختيال والمختال الفخور المتكبر لا يحبه الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله يعني الذي يختال ويكبر على البشر هو حقير عند الله بغيضا عند الله وعند الناس لا يحبه الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرر نفوسنا وقلوبنا من العبودية لغير الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر